خلينا بقى دلوقتي من النزل أهلي نروح للمنتخب طبعا واستقر مجلس إدارة التحاد الكورة برئاسة جمال علام على تأجيل تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر موليد 2009 على أن يتم الاكتفاء خلال الاجتماع المقبل بمناقشة تشكيل جهاز منتخب مصر موليد 2007 يمكن قرار التحاد الكورة يعني جيب بعد ظل عدم تواجد ارتباط رسمي لمنتخب مصر موليد 2009 في الوقت الحالي مفضلا طبعا يعني يمكن هدوء والطريط في اختيار الجهاز الفني لهذا المنتخب في نفس السياق أو في نفس الموضوع اللي احنا نتكلم فيه عقد بردو جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكورة القدم اجتماع مع الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب ده طبعا كان بقيادة واقل رياض بمقر الاتحاد في الجبلية لاتمقنان على استعدادات المنتخب لبطولة شمال افريقيا واللي هتقام ان شاء الله في تونس خلال شهر نوفمبر المقبل يمكن اكد ده جمال علام فيه كلمته ليه الجهاز ان مجلس ادارة الاتحاد يعني عنده ثقة كبيرة جدا في المنتخب لتحقيق انجاز للكورة المصرية يعني عشان كده هو قال له من المجلس الحقيقة هيعمل على توفير كل الصبل والامكانات لانجاح هذا الجيل اللي الحقيقة يعني يمكن احنا شفنا وعارفين بيضم عناصر مميزة جدا وهمة جدا ويمكن كمان جمال علام يمكن طالب بمنح الفرصة الاجبر عدد ممكن من لعبين واختيار العناصر كمان الافضل في التشكيل لتمثيل منتخب مصر خلال الفترة المقبلة اشتركوا في القناة